أarlaل عوناي والسلام عليكم ثبرر ليس لهم واقي المجتمع. دي ما متبعا معكم الأخبار والمستجدد هذه آ في الصحة. إذن كما دي ما كانت من التمأنه اللي لم زال ما شارك في القناة اللي هي قناة دي للكم دي ما م Saud Lily قناة واقع المجتمع اللي ما شارك في القناة شارك اروا جيم الفيديو وباردي جواب المعلومة باش الناس يعرفوا آخر المستجدد التي كانا إذا المستجدد دي اليوم والخبر دي اليوم هو وبلاغ من وزارة التربية الوطنية وتكوين المهنة والتعليم العالي والبحاث العلمي ننزلت بواحد البلاغة اليوم سبات للشرين وشتاة ٢٢٢١ ٢٢٠ ٢٢٠ أفواً أنها قررت اعتماد التعليم عن بوذ يعني الوزارة قررت تعليم تعليم عنبوذ كصيغة تربوية في بداية الموسم الدرسي ٢٠٢٢٠ والذي سينطالقه بداية الدخول المدراسية سيكون في سبعة شو تنبير بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية مع توفير تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبروا أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصغة على أن يتم وضع آلية تمكم الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار إذن كما ترون هنا أن الوزارة قررت أنها تدير تعليم عن البعد يعني غير نبدأ لموسم الدراسة 2021 بتعليم عن البعد ولكن باستثناء يعني باستثناءات اللي يبغى أن الأولاده مثلا بالنسبة لأباء الأولياء العمر اللي يبغى أن أولاده يحضره في المؤسسات أنهم غير يحضره في المؤسسات يعني تبقى اختياري بغيتي والدك يمشي للمدرسة يقرف المدرسة غير يمشي كتسني واحد الورقة ضروري غير يكون كي يكون واحد الالتزام كي يكون واحد الالتزام اللي يبغى أن والده وziest هأنا تقرأ في المدرسة ضروري أنك تسني واحد الالتزام باش أن تتقولون بأن والدي بغيته يقرأ في المدرسة واللي يبغى أن والده يبقى في التعليم عن البعد يعني يقرأ غير يتباء الدرس عن البعد في الدار راه يمنحقه أيضا إذن هذه هو مجوش الصغير اللي نزلت بها الوزراء انها تيبقى ان التعليم عن بعد هو الوسيلة اللي غتعتمد عليها الوزراء ولكن التعليم الحضوري كيبقى باستثناءات يعني اللي يبقى ولده يقرأ في المدرسة غير يقرأ واللي يبقى ولده يقرأ في الضر يقرأ في الضر اذن تيبقى اختياري اختياري بالنسبة للأباء وحفاظا على سلامة وصحة عائلة التلميذ والأطور التربوية والإدارية ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم برعاية احترام تدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية ولسيما التزام ووضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة يبتدأ فما فوق إذن غيروا بالنسبة للتلميذ اللي غير يحضروا في المؤسسات ان من السنة الخامسة فما فوق غيروا الكمامات وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم وكذلك احترام مسافة تبعه الجسدي من خلال تقليص عدد تلاميذ داخل الاقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التليمية اذن هذه هما الشروط اللي غيرتحط ايضا للوزارة بالنسبة للمؤسسات انها بالنسبة للمستوى الخامس فما فوق انهم غيروا بلغة طواري دروا الكمامات وانت عدد تلاميذ في القسم غيرنقسوم غيربقوش مثلا الكل قسم كياخد اتنين وعشرين مكان اذن غيرخده نص تقريبا ولا بحلك يعني واحد في الطبلة ثم انه غايكون الغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم بالموز الصابون ولا بوسطة المعقيم وغايكون تعقيم دي المؤسسة او المرافق دي المؤسسة بصفة عامة وتجدر الاشارة الى انه في اه اي محطة من الموسم الدراسي الفين وعشرين وعشرين وقد تضعو الوضع الوبائي ببلادنا والتغيرات التي قد تترأ علينا مستقبلا تكيف الصيغة التربوية المؤتمدة على المستوى المحلي او الاقليمي والجاوي بتنسق مع السلطات المحلية والصحية اذن انا يقول لكم انه على حسب الوضع الوبائي اللي غاي اللي غايكون مستقبلان ولا اللي غايوقاع لو قعد شي حاجة اه لقد طر الله مثلا وقعد شي حاجة فش مؤسسة بانه القوا فيها الوباء الى اخره انه ممكن انه ينزلوا بقر اخر باش امنعوا قعد تلميذ من المؤسسات واللي يبغي يعتمدوا غير تعليم عن نبوات الى الاخرة يعني انها تيشوف حتى المستقبل يعني اشنو يوقع وستعمل الوزارة في الايام القليلة القادمة على الاطلاع على اطلاع الاسر تعليمية والمتعلمين وامحاتهم وابائهم وكذلك كدع عموم المواطنات والمواطنين على تفصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسة 2021 في ضيل هذه الوضعية الاستثنائية اذا في الايام القليلة قلت لبوزارة بأن في الايام القليلة غايتعلن واحد البلاغ تفصيلي يعني غايفصلوا فيها شنو غايتديروا بالضبط واش انهم كيفاش غايتخلوا الموسم بالضبط منيط كيفاش غايتديروا بالضبط منيط للموسم كيفاش غايتخلو شنو هما الخطوة اللي غايتبعوها شنو ما المراحل اللي خصومي يديروا منها شنو خصومي يديروا الاخير اذا اه في ايام القليلة ما زال الوزارة غايتندسل بواحد البلاغ اخر غايتبين فيه تفاصيل العمليات المتعلقة بالتدبير الموسم يعني كيفاش غايتدبروا هذا الموسم الدراسي وهناك ايضا واحدة النقطة شارت لها للوزارة بالنسبة بخصوص الامتحال الجهوي الموحد للسنة لسنة الاولى باكالوريا اعتبارا لما سابق فقد تقرر تأجيل تأجيله الى وقت لاحق يعني ايضا بالنسبة للامتحال الجهوي المقرر انه يدوزه في الايام الاولى من شهر تسعة انها تأجل الى وقت لاحق اللي ما زال ما تعلنش وعلى ما اظن في النسبة البلاغ اللي غايتنزر الوزارة الجديد او بين هذه المحاوار اللي غايتنزر لها غايتنزر حتى لاساب السنة الاولى باكالوريا امتى او التاريخ اللي غايتنزو فيها الامتحان ولك كيفاش غايتنزر كما تدعو الوزارة الاطر التربوية والادارية والاوسرية والشركة الاجتماعيين وجميع فعاليات المجتمع الى الانخراط بشكل فعال في جميع الاجراءات التي سيتم متخذها وذلك من اجل انجاح وتنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي اذا هاتش اللي كان في هذه البلاغ كما لاحظت بان انا حاولت ما امكان انني اشرح لكم بالضبط تفصيل البلاغ والحمد لله انني اشرحت لكم بالضبط تفصيل البلاغ شنو كين فيها شنو خصوة للوزارة شنو شنو غادر من بعد الاخرة كصيغة تربوية يعني غادروا التعليم عن البوات وكين واحد بشرط مشي بشرط يعني انها اللي بغت مع توفير يعني التعليم حضوري بالنسبة لأولية لأمور يعني اللي بغى ان ولادو يقرره في المدرسة راكتو فرلو الظروف باش ان والدو يقرر في المدرسة اللي بغى ولكن غاي عمر واحد غاي عمر واحد الاستمارة اللي غاي غاي الثانية والنقطة الثالثة انها غاي اعتمد واحد للبروتوكول صحي صري بالنسبة للمدارس الخصوصية والعمومية يعني المرافق يعني المسؤولين دي المؤسسة انه غاي اعتمدوا على التعقيم المرافق وفرض الكمامة على السنة الخامسة من السنة الخامسة فما فوق يعني الى فما فوق يعني امبليجاطوري ديرو الكمامة وغاتلت تظهير اليدين والتعقيم المرافق المؤسسة النقطة اخرى اللي هضرت عليها الوزارة بانها راح ما زال غتنزل بواحد البلاغ جديد اللي غتدر فيها تفصيل عملية المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي يعني ما زال واحد في الايام القليلة غتنزل بواحد البلاغ اللي غت تدرع عليه على العمليات المتعلقة كيفاش غتتدبر هاد الموسم الدراسي والنقطة الاخيرة اللي هضرت عليها الوزارة هي ان الامتحال الجهوي الموحد لسنة الاولى باكالورية فقد تقررت جيله يعني يتجل الموحد الى وقت اللاحقة وعلى ما اظن حتى تنزل بهذا البلاغ في الايام القليلة انها غتتدر على حساب هاد الاصحاب الاولى هذا اذا هاد النقطة اللي هضرت عليهم الوزارة في هذا البلاغ اتمنى ان الفيديو ان اعجب لكم ان اتمنى ان تشارك في القناة التي لا اشارك ان مواجه اخبار وان اتمنى اتمنى ان ان اتمنى الناس افهم هذا البلاغ لان ان الناس لم فهم صغ البلاغ وكيف اهضر هذا كان الناس اللي مشوا بعاد وكان الناس اللي اللي ما فهمين شن واقع حول ما كانت بارتاجوا الفيديو هذا باش الناس يفهموا شنو كان وشكرا جزيلا